في خبر حقيقة كان مفاجأة لنا كلنا لاتحاد الافريقى لليد يسحب بطولتاي افريقيا من المغرب والجزائي مسؤول الاتحاد الافريقى لكرة اليد برئاسة البنيني منصور اريمو قرروا سحب بطولة افريقيا اللي جاية واللي بعدها من المغرب والجزائي ده صورة الخطاب الذي عممه او ارسله للجميع الاتحاد الافريقى المغرب المفجوكة تستضيف البطولة من الفترة من 11 والحد 18 يوليو اللي جاي اما الجزائي فكانت تستضيف نسخة عشرين اربعة وعشرين والمفوض الاتحاد الافريقى هي اللي هتستضيف البطولة خلال الايام اللي جاي بدون اسباب الاتحاد الافريقى في خطابه مش عايز اطول على حضراتكم ما لم يبدي اي اسباب في الخطاب الحقيقة انا قريته هل الاسباب يعني لو تفتكروا معايا بطولة المغرب دي كان مفوضة تتلعب في شهر يناير وتأجلت وبعد كده لابريل وبعد كده تأجلت تاني لمايو فواضح ان فيه ازمة ايه الازمة ما قالش ولكن انا بتهيالي ازمة تنظيم فيه مشكلة في التنظيم واذا يعني حدثت المشاكل هنا تظهر مصر بقى بقوتها بنيتها التحتية بوضعها بالنسبة للقارة كلها انا اتوقع اتوقع باذن الله ان مصر ممكن يكون لها دور كبير في استضافة احد البطولتين دايما الاتحادات الافريقية والمنظمات الاقليمية اه عشرين اربعة وعشرين ممكن يكون في النصيب مصر ولكن دايما السلاح اهو قبل كولومبيا بتعتذر قبلها بستة وتلاتين يوم قبل كأس العالم اتحاد الدولي للسلاح في سلاح المبارزة يعني بيلجأ لمصر الحقيقة نظمنا البطولة قبلها بستة وتلاتين يوم لو رأت لأي دولة كبيرة هتقول لك لا دلوقتي داية ولكن مصر عندها من الكوادر الرياضية والمنشآت اللي تقدر من خلالها تستضيف اي بطولة حتى لو الوقتي داية وطبعا حدث ولا حرج عن كل شيء ولكن انا برجع واقول برضو دي حاجة ما جاتش من فراغ هذه الثقة جات نتيجة سلسلة البطولات الدولية اللي تقليل استضافتها مصر واللي قدرت تنجح فيها بشكل كبير واللي كان ترجمتها في الاخر ان المنظمات بتلجأ للدولة المصرية عشان تنقذ الموقف في كثير من الاحيان